موسيقى مساء الخير و أهلا بكم حل جديدة و كلمة أخيرة في حلقتنا النهر ده في فقرتنا الإخبارية أنيابة العامة تحيل ضابط شرطة و خمسة من أهالي سيدي براني بمطروح للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم على الأحداث التي راح ضحيتها اتنين قتلوا مواطن قتل على يد ظابط و فرد أمن قتل في الأحداث هذا أول بيان لنيابة العامة منذ اندلاع الأحداث يوم 11 يوليو الجاري في سيدي براني والحيان ده بيان مهم جدا في تفاصيل كل ما حدث فهنقرأ البيان ونعرف ماذا حدث بالظبط في سيدي براني في مطروح في حلقتنا أيضا صندوق النقد الدولي يرحب بأول صفقات للحكومة للتخارج من عدد من الشركات بصفقات قيمتها مليار و 900 مليون دولار هنعرف ماذا قالت المتحدثة الرسمية لصندوق النقد وماذا ننتظر في الفترة المقبلة أما في النصف الثاني من حلقتنا فهنتكلم عن الدوري المصري الذي يكاد ينهي مبارياته الطويلة مبروك للأهل البطولة 43 والنهاردة الأهلي أعتقد فاز 4-1 على المقاولين ربعية الأهلي مستمرة لكن حوارنا النهاردة هيكون مزيج ما بين الأرقام والتحليل هل لدينا دوري قوي؟ هنعمل إيه العام المقبل مع أجندة دولية معقدة جدا دولية وإقليمية إحنا دخلين الخلاط السنة الجاية في كرة القدم دخلين الخلاط السنة الجاية هيكون أصعب دوري مع الاستعداد لكاس العالم مع تصفيات أمم أفريقيا مع الأوليمبيكس 24 إحنا بنتكلم في دوريات أو مصابقات دولية مصابقات إقليمية النوادي عندها مصابقات يعني ممكن حسبنا كده ممكن الدوري العام يقف 75 يوم كاملة كاملة بسبب هذه المصابقات المختلفة طب لجنة المصابقات هتعمل إيه؟ هيكون معانا التحليل الكباتن حمد صدقي مدرب منتخب مصر السابق ونجم الأهلي الكبير كباتن تامر صائر المحلل الفني لأون تايم سبورتس وآسر حسين المحلل الرياضي يوم الأربعاء الماضي كانت حلقة التصفيات تصفيات الفرصة بين كل المتصابقين أو متصابقين اللي خرجوا من المحافظات مبروك لأقوى 30 شركة تأهلت معنا ووصلوا للاستوديو بعد منافسة طاحنة في مختلف محافظات مصر بين مؤسسي الشركات الناشئة انتهت بنهاية التصفيات يوم الأربع اللي فات واللي تنافس فيها أقوى 62 شركة على قيمة أفضل 25 شركة شركة اللي هما طوب 25 غير اللي تأهلوا مباشرة اللي هما الخمس شركات اللي خدوا الفرصة الذهبية اللي تأهلوا للمرحلة للفرصة للمرحلة المقبلة كده عندنا 30 شركة هي مرحلة منافسة الأقوياء واللي حيقابلوني في الستوديو أنا ولجمة التحكيم الرئيسية اللي هنعلن عنها غدا بإذن الله والحقيقة أنه حلقة يوم الأربع والحلقات السابقة كانت منافسة قاطئة للأنفاس يوم الأربع كانت حلقة صعبة جدا شركات دخلت القيمة شركات خرجت من القيمة شركات كانت في منطقة الخطر للحظات الأخيرة وشركات اضطرنا للأسف نوداها عدد كبير من الشركات اضطرنا أن احنا نوداها لأن احنا لازم يكون عندنا في الستوديو فقط 30 شركة 25 شركة تأهلت بالمنافسة وخمس شركات خادت الفاستراك أو الطريق الأسرع وهي الفرصة الدهجبية اللي اضاها الحكام في المحافظات طول رحلتنا في المحافظات عايزة أرحب بالشركات اللي هتكمل معنا المشوار وأقول الشركات التي لم تتأهل من فضلكوا كملوا مسيرتكوا لا تتوقفوا احنا حاولنا نقدمكوا للملايين فخورين أنكوا كنتوا معنا فتحنا باب فرصة لكن باب الفرصة دايماً هيفضل مفتوح ليكوا نتمنى أن احنا نكون قدمنا لكوا فرصة مهمة أن الملايين تتفرج عليكوا وأن ربما مستثمر يهتم بيكوا وأنكوا لازم تأكملوا لازم تواصلوا مشواركم وإن شاء الله يكون لكوا مكان عندنا في المواسم المقبلة عندي خبر حلو للشركات التي لم تتأهل بنك الطعام اختار عشر شركات معظمها في مجال الزراعة من الصعيد واللي لم يحالفهم الحظ علشان يقابلهم لبحث فرص تعاون مع بنك الطعام في توفير الغذاء ودعم صغار المزارعين بالتكنولوجيا والابتكار قريباً هنعلن عن أسماء الشركات وحنتصل بيها وحنتبعكم بنتائج هذه اللقاءات لو أنتم فاكرين الموسم الماضي الفائز كان مزارع وبنك الطعام عمل معي شراكة كبرى فدايماً الشركات واختيارات بنك الطعام بتكون مهمة وبتدي فرص كبيرة لهذه الشركات فعشر شركات ممن لم يحالفها الحظ من الصعيد هيكون لها فرصة مع بنك الطعام علشان احتمالية عقد شراكات لصغار المزارعين ولتطوير عمل بنك الطعام ايضاً الاربعاء القادم هي اولى حلقات الستوديو هتكون هقابل الشركات انا ولجنة تحكيم جديدة هي لجنة تحكيم الرعب الكامل يعني انتو لو شفتوا رعب انتو لسه ما شفتوش حاجة الرعب الكامل مع لجنة التحكيم ولكن ايضاً الحرافية والحياد يعني الحياة هي لجنة انا سعيدة وفخورة زي ما كنت فخورة بلجنة التصفيات فخورة جداً باللجنة اللي هنعلن لكو عنها غداً بإذن الله يلا نبتزي الحلقة موسيقى موسيقى موسيقى